السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته افتحياتي الاخوان والاخوات المشاهدين الاعزاء مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو امتمنى ان الاعجاب ديالكم كما كتشوفوا هذا المكان هذا راها دور الشيحنة دور لجنب الطريق كما كتشوفو هنا كانوا مجموعة من البرارك ومجموعة من الناس اللي كانوا سكنين هنا وكما كتشوفو هذا واحد المحل دار يعني ديال مواليها اللي هي ملك ملك مواليها يعني ما زال ما مريبوهاش ولكن جاي الدور ديالها داروري داروري ما غا ديت تريب ديك الدارو داروري اي حاجة عشوائية غا ديت تريب وغا دي غا تكون واحد تنقية ديال البرارك ديال السكن غير لائق او سكن او السكن اللي مبني بلا بلا نبلا رخصة بلا تشعج المهم هاد الناس ما زال عندهم البلاد ديال منه وعندهم الملكة يعني ما زال ما جات ساعتهم نهار غا تجي ساعتهم غا دين يريبوا المهم كما كتشوفو هاد المكان هذا كانوا في البرارك كانوا في واحد الدوار اللي كيجي يعني هلا جنب الطريق تجنب الطريق اللي كتحبط القصبة يعني هنا كانوا مجموعة من الناس اللي كانوا ساكنين او عايشين هنا باخير وعلى خير ولكن صراحة ان كانوا معرضين بزاف ديال المشاكين معرضين للطوبة الفيران القطرة لواد الحار الفيضانات شنيولة العقارة بالحناش يعني معرضين بزاف ديال المشاكين هنا في هذا المكان هذا في الدوار ولكن الحمد لله تعودوا ما احسن ولكن بغيت نوصل واحد الميساج للساكنة بعدما كانوا هنا في الدوار وصبحوا عندهم ساكن لائق يعني كنوصل لهم واحد الرسالة واحد الميساج خفيف دريف بغيت نقول لهم حافظوا ثم حافظوا على الساكن ديالكم وحافظوا على تنقية الحي وعلى الزناقي ديالكم لانا كنشوفوا بزاف ديال المشاكل الكتابة في الحي يعني مجموعة من المشاكل التي تكون في الحي في الأحياء خصوصا الناس ديال الرياحين الصخيرات الناس اللي سكنوا جدا في الساكنة ديال المشروع ديال الرياحين مغينا الناس تحافظ لديك الساكن لانه ساكن لائق وساكن دائم مش بحل كنت في البراكة كنت معرض بزاف ديال الحويج وآخر حاجة هي تعرضتو وتعرضنا كاملين الهدم يعني عقلو غير نهار كنتو كتهدمو في رمضان وبندم صايم وحالتو حالق وكيريب لو كان كان عندك سكن لائق بالبلان ديالو مش عشوائي يعني قانوني ما كانش السلطات غتجي غتريب لك ولكن ما عندكش سكن لائق من طبيعة الحال غدا الدولة تجي تريب لك المحل ديالك والحمد لله الناس رعا تعودت وتعودت بواحد السكن اللي هو لائق والسكن اللي هو دائم اللي غادي ان شاء الله ديال مدى الحياة نتمنى نتمنى من الناس تحافظ على الأحياء ديالها وتحافظ على السكن ديالها وتحافظ على المكان اللي غادي ديكتسكينا اللي غادي سكنوا فيها ديام وتفكروا هاد الفيديو قدروا صورتو لكم باش الناس تفكر فين كانت عايشة وفين صبحت اليوم كي يعيشون لأننا كنشوفوا بزاف ديال المشاكل في الحي بصراحة ما حامدينش لله ما حامدوش لله ما اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى واحد السكن اللي هو لائق وهكاك والناس ما حامدينش علي الله ما كي حافظوش على السكن وما كي حافظوش على ذيك الدويرة اللي الحمد لله نقية ومزيانة ما يشي بحل البركة ما يشي بحل العشوائية يعني الحضارة يعني راكم دخلتو الواحد السكن ديال الحضارة خذكم تكونوا متحضرين وتكونوا نقايا لأن كنشوفوا بزاف ديال الحويج كي وقعوا في الحي الجديد يعني في الرياحين كنشوفوا بزاف ديالناس ما محافظينش نهائيا مهم لهذا هذه رسالة للجامع مشي غير وحد الفيئة ولكن للجامع خذهم يحافظوا على على السكن ديالهم المهم كما كتشوفوه هنا را كانوا بزاف ديال البراركة هنا وكانوا بزاف ديالناس كان عرفهم منهم حتى العائلات المهم را قاعدين يشوفوا اللي غايشوف هاد الفيديو را قاعدين يعرف فين كان ساكن دابا ولكن خذكم تفكروا 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 فين كنتوا ساكنين وفين صبحتوا اليوم ساكنين فين كنتوا ساكنين البارح وفين سكنتوا فين تحولتوا وسكنتوا اليوم هذا هو اللي بغيت نوصل لكم وبغيت نذكركم فهد دوار هذا اللي هو دوار الشيحنة المهم باش تعرفوا فين كنتوا وفين وليتوا والمهم تحياتي للإخوان اللي متبعين فهد القناة هذه نتمنى هاد الفيديو تذكروا فيه الدكريات ديالكم ونتمنى نال الإعجاب ديالكم ونتمنى تستافدوا منه وتعلموا أنكم ملقيتوش ساكنين في العشوائية كما قلت لكم رأى كنشوفوا بزاف ديالناس ما تيحافدوش على الساكن وما تيحافدوش على المكانة ديالهم رأى الأغلبية ديالناس كنشوفهم كيدلوش حويج رأى لا حوله ولا قوة إلا بالليل العظيم رأى كاللي كيش تزبلوك يلوحوا من الشرجم يعني رأى عيبو حشومو وعيبو عار المهم تحياتي لكم كان هذا هو الفيديو نتمنى ألقاكم في فيديو قادم